السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة كيبالكم كريم الفرد بيوبويند هعمل لكم ريفيو عنه انا استخدمته هو في الاول طبعا انت بتكون يغسل شعرك كويس خالص وبتسبيل حتى ما ينشف خالص طبيعي خالص بيبقى جاف ماشي وبتروحي تستخدميه بعد كده بالفرشة وتبدأي تدهني عادي كأنك بتدهني الكريم بس طبعا بنسيب واحد سنتي ما بين الجزور وما بين الشعر ده كده المثبت بتاعه ده كده بعد ما تفتري تتمشطي الشعر بمشتة دقيقة خالص عشان خاطر يتفريد معاك بس ما تطوليش في المدة اقصى حد اه 12 دقيقة عشان خاطر كل ما تطولي كل ما الكريمش هيديكي المفعول فنصيحة ما تطوليش يعني اه وتحاولي تفريدي تخلي الشعر المفروضة اه يعني تعمليها كحكة تعمليها طقية يعني ده الحل يعني اه طبعا هتمشي على التعليمات المكتوبة في طريقة الاستعمال في الورقة الصغيرة دي وكمان في المثبت ده بعد ما توعدي الفترة اللي هو من 15 ل 20 دقيقة بس طبعا نصيحة 15 دقيقة اقصى حد بعدين هتوعدي هتعملي بالمثبت ده بقى يعني هتستخدمي المثبت ده في تسبيت الفرد بس نتيجته معايا كانت ان هو قاعد شهر بالضبط ورجع الشعر من اول وكده رجع تاني الكسروات اللي كانت فيه والهيشان اللي كان فيه هو اقصى حد قاعد معايا شهر وبعدين رجع للشعر طبيعته خالص بس معادة اللي هو يعتبر دي للحصان فضل معايا تمام مفروض وكل حاجة لكن الشعر من الامام كده رجع لطبيعته الهيشان والتقصف بعد ما كان تحفة بعد ما كان الكريم عمله تحفة كريم كان مخليه بجد جميل بس للأسف ما جملش اكتر من شهر شهر بالضبط ويمكن كمان اقل من شهر بكم يوم يعني ودي كانت تجربتي معايا واشوفكم في فيديو جديد